بصباح الخير يا برج العزراء. خلينا نبدأ في الطاقة بتاعتك يا برج العزراء. نمتح الورق طبعا. تطاقتك حلوة قوي. انت لقيت السلمة ولا ايه? انت شهر الوقوع في الحب. انت ممكن تكون في علاقة ممكن تكون هذه العلاقة كانت قديمة ورجعت مرة تانية او ورجعت مرة تانية. وممكن تكون انت شخصيا عندك تجدد في حياتك وعايز تجدد في حياتك العاطفية. كنت مرتبط زمان مسلا وانفصلت كنت زوج او زوجة وانفصلت عن ازواقكم بالطلاق مسلا واي شيء اخر. وبعد كده قررت ان انتو تخشوا علاقة جديدة مسلا او ترجعوا لنفس هذا الشخص. طب خلينا نشوف طعب مشاعره. شايفك ازاي? اوه ده شايفك صعبة اوه. ممكن يكون بقى نشوف بقى شايفك ازاي تالي? ان اتأكد من معلومة دي لو زعلن منك زعلن ليه? لو زعلن مش زعلن ولا حاجة. شايف العلاقة ازاي? لو يا ايه من داخله? يعمل ايه? وهيزهر لك ايه? الشخص ده بيعمل ايه في حياته? طب انا عندنا كارتين لنوزب اللي هما مش متبطين خالص. مبدئين هزا الشخص يا برج العذراء. اه مشاعره ليك مشاعر متكددة. يعني هزا الشخص بيبحث عن ازاي يساعدك? ازاي يقدر انه يوصل لك اه ما دايما مشاعره متكددة ليك. اعتقد ده زوج او زوجة. اه يعني زوجتك او هو زوجك. انا بقول لك هو بيبحث بكل الطرق الممكنة ازاي يقدر يساعدك. الشخص ده اه بيشتعل على مشاعره قوي 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 ناحيتك. وعايزك تفضل مبسوط. يعني هو عارف لما يكون حدي تكون طاقة مشاعره. عايز يبسطك? اوه ده شخص عايز يبسطك. عايز ياخدك الى مكانا اخر. ياخدك لمكان اخر كده تعيش انتو الاتنين بس مع بعض. مسلا. انتو او اطفال مسلا. اه ممكن يكون جميع مشاعره متجه الى اسعادك. اه فقط في هزي الاوقات يعني. فهو بيحبك قوي. وكمان اه باقي عليك. باقي عليك قوي. يعني مهما تعمل مسلا واحد اتنين تلاتة اه تزعله كتير مسلا او حاجة لأهو باقي عليك وبيحبك. طيب اه هو شايفك ازاي? هو شايفك يا برج العزراء انك اه بتحب نفسك قوي. عزورني بقى في كلمتين دول. شايفك بتحب نفسك قوي. وبتحب دايما تنتصر لذاتك. حتى لو كان الشخص اللي قدامك ما يستحقش منك ده. يعني مسلا هو بيشتغل في العلاقة معك. وعايزك انت وهو توصله لبر الامان. وبرغم ذلك انت بتعمل حركات بتحسسه بانه اه بانك بتكرهه مسلا. هو شاعر كده اتجاهك. بالزبط. بص يا برج العزراء اه الشخص ده بيحبك قوي. ولكن اه بيحس ان سعاد بيشوف منك وجه غير الوجه اللي هو متعاود يشوف. يعني مسلا انت بوجيين. مرة طيب معا جدا. حنين قوي. اه مسلا ما بتخنوش مسلا ما بتكلمش عليه حد ابدا. اه انت كراجل مسلا ما بتعرفش بنات. اه مسلا يعني. او انت كست اه ما بتحاولش اكتيري غيرته عليكي. ولكن مرة تانية بتبقى شخص تغير تماما. بتبقى حد هو ما يتوقعش ان يطلع منك الكلام ده. تقلب عليه القلبة بقى. وتقول له ايه مسلا ده انت فيك وفيك وفيك وفيك. وتروح عافل استكافش وتفجر العلاقة. تمشي وتهد بقى اللي هو عمال يبني. هو عمال بص عمال يبني. بص الشخص عمال يبني. عمال يشتغل وعايز يبني لك برج كبير. ياخدك فوق كده وتعيش انتو الاتنين فوق. وانت بكلمة واحدة او بحركة واحدة بتهد كل اللي هو عمل. اه انتو ممكن تكونوا المشادات الكلامية ما بينكو صعبة شوية. اه برج العزراء اه احيانا برج العزراء لو انت حد بتفرج على برج العزراء. هو احيانا بيطلع كلام اه ما بيبقاش يعني هو بيداخله مش بيبقى حسس الكلام ده لكنه بيبقى عايز يقوله. بس. حتى ما تيجي بعد كده تقول له انت قلتلي ان انت بتكرهني. يقولك انا انا والله ما بكرهك. لكن هو اه لها خلاص انا عايز اقولي ان انا بكرهك. بالذات كمان بنات برج العزراء. عشان كده بيقولوا عليهم اه ناس ما بتعرفش تحب. برج العزراء بيقولوا عليهم انهم ما بتعرفوش يحبه. اه لكن كالحقيقة انا برج العزراء برجها حسس جدا على فكرة. و اه و اه كمان مشاعره اه بيحب يحافز عليها قوي. وما يدهاش الى للشخص اللي يستحقها فقط. حتى تلاقيهم ما بيدخلوش في علاقات عاطفية كتير. لانه ما بيدخلش في اي علاقة عاطفية. مش اي حد ياجب برج العزراء. فبرج العزراء بيطلع تطلع خلاص. خلصت. تشوف منه الوش اللي انت ما ما شفتوش قبل كده. تقلب القلبة خلاص. فهو شايفك ان انت بتقلب عليه قلبة واشا قوي. ممكن يكون عندك حق ولكن هو شايفك ان انت ما عندكش حق. بتقلب قلبة عليه وما عندكش حق في هزي القلبة. بس مسك الخمس سيوف وبيمشي معيط وانت خلاص بقى هو عيط احسن يلا. احسن انه عيط. هو شايفك كده. شايفك ان كلامك حاد يا برج العزراء. وانك بتحب تتلاعب بالكلام عشان تكسب المعركة في صفك. يعني زي يقولك انا بقلب الترابيزة على قدامي. هو شايفك كده بالزبط. بتقلب الترابيزة عليه. طب هو زعلان منك هوم الزعلان. الغريب بقى نوم الزعلان. هو يمكن شايف فيك عيب. يعني هدي العلاقة اي علاقة مستقرة. العلاقة دي ما فيه انفصال. يعني انا مش شايفة انفصال. لان انت كمان انت كمان مش مفاصل عنه. آآ ولكن هو شايف فيك عيب ان انت سعاد بتقلب عليه قلب وحشة قوي. وبتخليه آآ يقلب الترابيزة عليه كأنه هو اللي غلطان وانت مغلطش. آآ على فكرة ده آآ فن من فنون القتال النفسي. لعلمك يعني. يا برج العزراء قال لو انت بتتفرج. آآ انت عندك فن من فنون القتال النفسي. آآ ايه هو القتال النفسي? ان انت تقلب الترابيزة على قدامك. تكسب المعركة في صفك بعد ما كنت انت خسران. والكارتي ده كده. يعني انت لو ركزت في الكارتي ده يا برج العزراء. او اللي بتفرج على برج العزراء. المعركة دي مدارتش اصلا. هي محصلش اصلا معركة. اوكي? او او ان الطرفين هما اللي اتنين متعركوش اصلا. هما جمبت اتقابلوا في صحة المعركة بس مفيش معركة اصلا. وهذا الشخص خد السيوف وعمل نفسه كأنه هو اللي كسب. ومحدش كسباء. لهوا كسب ولا الباقي كسب. اه فخلي بالك برج العزراء من النقطة دي. يمكن انت تكون فيك مميزات كتير لك انت فيك عيب. كلنا فينا عيوب. عادي. هو زعلان منك? لا. ده هو شايفك السلمة بتاعه. بيحبك قوي قوي. قوي. وعايز يعمل المستحيل عشان يرديك. هو شاعر بانه مش عارف يرديك. اه هو شايف العلاقة ازاي? شايفة مستقرة جدا. وفيها حاجات حلوة. واعتقد دي ممكن تكون زوجة. لو انت راجل في هزي زوجة او البنت دي بقى يعليك قوي. وشايفك زوج. شايفك هتبقى زوج. ليها. هي خلاص استقرت عليك. واعتقد ان انت كمان يعني انا عايز اشوفك كده. انت كمان بتحبها على فكرة او انت او انت كمان بتحبيه يعني. الكراءة ممكن تكون عكسية يا جماعة بس عشان محدش يقول لي ايه. لا ده هو اللي بيعمل ده هو اللي عنده النقطة دي. هنشوف مشاعرك انت يا برجل عزرق للشخص ده. انا خايفة يطلع لما تكونش بتحبه. انت انت في مشاعر جواك لهذا الشخص. بس المشاعر بتاعتك مشاعر متضربة مثلا. يعني او مش عارفة تستقر على مشاعر معينة تجاه هزا الشخص. هنشوف طب انت شايفه ازاي. انت شايفه انه هو بيعمل حركات بتخليك تقلب عليه. على فكرة. الشخص ده اصغر منك في السن. اه ممكن تكون انت شخص اه عندك مكانة عالية او بتشتغل شغل مسلا اعلى منه. مسلا ممكن تكون ده حد بيدرس وانت خلصت وبتشتغل. اه وانه هو الشخص ده كده بالجميع المواصفات انت شايفه انه هو ماشي وراك. متتبعك. اه انت شايفه ان هو متتبعك. ماشي وراك. ما بيسيب لكش مسافة تتحرك فيها. اه على طول مسك السيف بتاعه وبيرقبك من بعيد. لان كمان البشف سوردس معناه كمان جاسوس. تحدي جاسوس بين الاخبار. فممكن يكون هذا الشخص اه متعلق بك قوي. بزيادة. وانت كبرجة عزرق ما بتحبش كده. بتحبش اللزقة. يعني اه بيحبني كل حاجة بتحبش اللزقة. وده بيخليك انك تقلب عليه. وتقوله بص بقى انا اتخنقت. او سمحت. ما تكلمنيش تاني بقى او خلاص بقى كده. مش كل شوية تكلمني تكلمني انت فين او انت فين? فانت شايفه ان هو مش وراك. متتبعك بيحمل ايه دلوقتي برج العزرق? فين هو? مش عارفة ايه? نفس الاحوال دي. لكن انت اه مش ما قدرش اقول انك بتحبه يا برج العزرق. انت مش بتحب هذا الشخص. لكن في مشاعر. اه انت معجب بيه مسلا. اه معجب باهتمامه كمان. شخص دي بيهتمي بيك قوي قوي. واخد باله منك قوي. ممكن كمان يكون بيفرد نفسه عليك. يعني حد داخل حياتك وعايز يرتبط بيك فبيشجعك بيقولك بالمصر كده بيحنسك. اه التحنيس اللي هو ايه مسلا تعال ازاي انه يحمس حد. اه فهو بيحمسك ان انت تدخل معه في العلاقة. اه لكن لكن انت كمشاعر ليه ما اضقتش. ما اضقتش ان انت في مشاعر حب. هو على فكرة هو بيحاول يزبط لك بانه بيحردك. بس ما اضقتش ان في مشاعر حب. طب هو من جواه. من جواه هو آآ على فكرة الشخص ده ممكن يكون عايز يدي فرصة تانية لازيل علاقة. من جواه هو عايز يمشي بصراحة. عايز يوقف العلاقة دي. هو عايز يوقف هذه العلاقة. بالزبط. انها كنت متأكدة من جده. هو شعر ان انت يا برج العزراء من الاخر كده. آآ مش حاسس بي. وان هو بيشتغل لوحده في هذه العلاقة. وهو من جواعز يقطع هذه العلاقة ويبص بقى لعلاقة تانية. قلاص بقى كفاية كده. انا قضيت وقت كبير قوي مع برج العزراء. هو مش حاسس. او انا بشتغل في هذه العلاقة مش حاسس. او انا كزوجة. آآ بعمل حاجات كتير اول زوجي. وهو دايما يقول انت ما بتعمليش. او مش حاسس بيع. من جواه وعايز يقطع. ويوقف بقى كل اللي هو بيعمله ده ويبص لحد تاني. يروح يدي بقى الكوين بتاعته لحد تاني. الشخص ده عملي جدا جدا. وما بيخش علاقة برج العزراء. آآ بيخش ها بصدقانية. ممكن يكون بتتعامل مع حد برج ترابي او مائي. والاتنين بيشتغلوا جامد او في العلاقات. آآ وبرج العزراء برج ترابي برضو. بس برج العزراء مختلف عن الامراج الترابية في انه آآ احيانا يعني النسبة يعني قليلة في الرجالة. بيحب يبقى مقانتخ في العلاقة شوية. كلمة الانتخة يعني ايه? انا خلاص حبيت واحدة. خلاص بقى. نكتفي بازل قدر. يعني احنا في علاقة خلاص. مش لازم بقى اتعب. وروح واجي. لا. هي العلاقة واحدة خلاص. انا دخلت في علاقة ما عودش هتعفاتي. ما حفورش. ما بيحفورش. برج العزراء ما بيحفورش. آآ البنات ممكن يكون لأ شوية لأ. فهذا الشخص خلي بالك انه بدأ يفكر انه يقطع زيلة لك. ويوقف. لانه هو تعب. تعب منك. وممكن يكون تعب من اسلوبك ان انت بتتجاهل. بتتجاهل مشاعره احسيسه افعاله اتجاهك. هيعمل ايه? او يزهر لك ايه? هو يزهر لك انه زعلان منك. آآ هو مزعلان منك. بس هو آآ هيزهر لك بانه متدايب. هيحسسك بانه تعيس. تعيس? ولو سمحت اهتم بيا. انت ما بتهتمش بيه على فكرة خالص. ممكن تكون مسلا بتكلمه مرة في الاسبوع. هو بيفضل يرن عليك ويكلمك وانت ما بتكلموش خالص. خالص ما بتهتمش بيه. يعني هو يكلمك مرة انت لأ. فهو ناوي انه هو في الفترة دي يزهر لك بانه تعيس. مسلا ايه? يكتب مسلا بسطاعات على فيسبوك انا انا مش مبسوطة او انا مش مبسوط. انا ليه يا ربي عملت كده في حياتي او مش عارفة ايه? اه هو كمان بيحبك قوي. وممكن يكون هيكمل اهتمام بيك. هو مستقر ماديا على فكرة اوه عمليا وكل حاجة. مش هيسيبك. والله اما انا صحيفك. هو 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 صحيح بيفكر انه يقطع العلاقة. بس اه هو مش قادر يسيبك. هو بيحبك. حبك قوي. وعايز يبهرك. هو عايز يبهرك. عايز يقول لك انا والله اللي انت بتدار عليه. يعني انا انا الزوج او انا الزوج اللي انت اللي انت عايزه. فهو هيكمل اهتمام بيك. هيكمل نفس الاعدة بص. بص عزة الشخص من كتر ما هو شخص حنون جدا. هو الاتنين كوين. كوين اوف كابس وكوين اوف باندكس. يعني اتنين في الطرو بيوحوا الى العلاقة اللي هو الشخص اللي هو متمسك بال هو ماسك الكوباية وماسك ده. هو مش هيسيبك. هو بيحبك. ومستعد يزبط لك بجميع الطرق ان هو عايزك. ومحتاج لك. وانه مش هيسيبك برضو. يعني مهما تعمل انا مش هيسيبك. ممكن يكون الشخص ده. عارف ان انت فيك عيب. اه مثلا زي العيب اللي هو اه انك بتقلب الترابيزة عليه وهو وهو وهو. بس هو شاعر بان انت طيب. ومسلا اه واللي في قلبك على لسانك. في ناس كده بتشعر بدا. لكن هو. اه مستعد. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا.